خارج منطقة التغطية هي مجرد محاولة جادة لتعزيز الحوار في عالم مختلف نحاول فيه أن نضحك على أنفسنا وكل ما يظهر في هذا البرنامج من أراء وتعليقات هي مجرد قراءة لأحوالنا مع التأكيد على احترامنا الكامل واحترام عمان تيفي لكل الشخص وكل من نأتي على ذكره احترامنا للجميع وثقتنا كبيرة في حوار من أجل التغيير طيب بسم الله أهلا بكم ومساء الورد دائما حديثنا اليوم مرتبط بجوز بشيء تحدثنا فيه وكلنا بنحكي فيه كل يوم وفي كل لحظة حول علاقتنا بالحكومة ماذا نريد من الحكومة وماذا تريد الحكومة مننا والحكومة هنا بقصد الجهاز التنفيذي الذي يدير الدولة بمؤسساتها بدوائرها لأن هذا الجهاز هو اللي له علاقة بحياتنا بتسيير يومياتنا بتسيير أمورنا إجراءاتنا من بناء لمدارس لصحة لتربية لشوارع لكل شيء الإحساس العام كان تاريخيا بأن الحكومة دائما هي مسؤولة على المواطن من المهدي إلى اللحد زي ما كان أحد الوزراء مرة بعمل معه حوار الله يسهل عليه فقلت له طبعا أرجوك بالحوار بلاش شكرا للتلفزيون والأخيره هو المقدمة خلوا دخل مباشرة وبعدين نحكي السؤال الإجابة لو سمحت يعني دوركم دوركم كذا فقال فورا فطبعا بعد ما بدأنا شكرنا ربع ساعة وحكى بعض التفاصيل كمان ربع ساعة راح للمقابلة كلها بعدين حكى أود أن أعطيك بالبداية يعني صورة عن دور وزارتي وزارتي وذكر هي وزارة شؤون بلدية والقروية وال إن وزارتي مسؤولة عن المواطن منذ أن يولد حيث تؤمن له البيئة صالحة للعيش إلى أن تؤمن إلى القبر حيث تؤمن له القبر فأنا خفتي بتاع إيش هالفكر اللي الوزارة اللي بتؤمن لنا كل شيء منذ أن نولد إلى أن نموت هذه هي علاقتنا مع الحكومة طب ليش نتعب ما تعينونا وتضبطونا ولو إيش طول نهارنا بالشريم بالناس بنقول لهم إنه لا تعينات بالحكومة يا عم توجهوا على القطاع الخاص توجهوا على التعليم المهني علاقتنا مع الحكومة علاقة شائكة لأنه علاقة نتوقع هي زي ما بيحكوا بالإنجليزي التوقعات الكثيرة الحقائق الأقل جدا فإحنا نتوقع كثير من الحكومة لكن الحقائق تيجي أقل مش على صعيد تعييننا ولا صعيد يعني أعطاءنا فرص ولكن على صعيد بس الاستماع إلنا إنه يا جماعة طيب بنقولكم اليوم في المنطقة الحرة إنه وصل تخليص السيارات الهايبرد صفر زيرو ولا سيارة طب حدا يسمع يعني فقط حكومة تسمع مسؤول يسمع بجوز نكون غلط بجوز وجهة نظرهم ورؤاهم تكون أفضل احتمال كبير ونعترف أنه في كثير من أحيان بتكون رؤية المسؤول أهم من رؤية المواطن لكن في كثير من أحيان أيضا المواطن له وجهة نظر على الجميع أن يحترمها بدءا من الدوار الثامر اللي مش مفاهمين له كيف نلف عليه شمال بعكس عقارب الساعة ولا ما عقارب الساعة ولا دوير ولا التقاطعات ولا فهذا هو السؤال كيف هي شكل أو كيف هو شكل العلاقة المفروض وينبغي أن يكون بين الناس والحكومة في مصر في مشهد حاولنا نلاقيه لعاد الإمام في أحد المسلسلات أو الأفلام بيقول أنه المواطن بيفتكر أنه الحكومة أمه وابوه وهذا إحساس حقيقي جوانا لكن بعدها بيروح لنكتة أنه المواطن نتعود أنه يشوف صور الوزراء في الجرائد فيشعر بالألفة وإذا ما شفنا وزير لأكم من يوم يظهر بصحيفة صوره يعني بنحس أنه في شي غلط معرفش أنه قديش الصور في الصحف تعكس إنجاز حقيقي لخدمتنا أو لخدمة المواطن نحن والحكومة مساء الورد وإحنا لسه بنحكي عنه علاقتنا بالحكومة وما يبدو يجندني وما يبدو يعين لي ابني واذا بتعرف واحد دائرة الترخيص يزبط للرخصة واذا بتعرف حدا بالإعفاءات ولسه بدائرة الواسطات ومن غدرهاش في المربع الاول تبع الواسطة وتبع بتعرف لك حدا بالجمارك طب روح الجمارك عادي اذا قضيتك عادية ليش بدك واسطة صار الواسطة جزء رئيسي من علاقتنا في الحكومة وصارت الواسطة والمحسوبية والشلالية وابن عمي وابن عمتي ولا بعين البنت يا زلم متخافش هذا الزلمة له وضعه طب له وضعه لازم يعين البنت فيما نحن في هذا المكان وفي هذا المربع وفيما نحن ما زلنا نسأل أنفسنا ندخل الحمام برجلنا اليمين ولا رجلنا الشمال ولا نصافح ولا من صافح ولا الأشياء التي تعرفينها العالم يتغير اختبار للدم يتنبأ بألزهايمر قبل ظهوره بثمن سنوات مرض ألزهايمر هو أحد الأمراض اللي يمثل تحدي عالمي كبير الآن بسبب انتشاره بشكل كبير وبسبب بشاعته وشراسة الهجمة اللي بحقيقة ألزهايمر الباحثون الألمان أكدوا أنهم طوروا اختبارا للدم بسيط ورخيص يتنبأ بخطر الإصابة بمرض ألزهايمر قبل ظهور أعراضه بثمن سنوات احنا بتروح عباب بستشفى البشير تقعد ثمن سنوات لا يدخلوا كالطوارئ الاختبار طوروا باحثون في جامعة ألمانية نشروا نتائج أبحاثهم في دورية علمية عالمية وأكدوا نجاح هذا الاختبار البسيط الرخيص جدا في مواجهة واحد من أعقد وأشرس الأمراض في دنيا اليوم لسه لسه بنقارن إحنا وهم روبوت بحجم الكتاب قادر على جر أطنان من الأوزان طي عرضت شركة التريل الفلياء الأمريكية أو عرضت عفوا هذه الشركة الأمريكية روبوت مجنزر صغير قادر على جر أوزان تصل إلى أربع طن يعمل هذا الروبوت بتقنيات فريدة تعتمد على أربع محركات كهربائية صغيرة ومسننات تتداخل فيما بينها بطريقة مبتكرة تمكنه من جر أوزان تفوق وزنه بألاف المرات برأيكم الأخ اللي اقترع هذا الروبوت اللي هو شو بقداش صغير وشفتوه أنتوا على الكاميرا وبجر أربع أطنان من الوزن هذا الشخص اللي اخترعه وين نروح فيه؟ أي دائرة ممكن يتوسط له فيها؟ أي مؤسسة؟ أي عائلة؟ أي ابن عم يضبطه؟ وين بمقيسنا الأخلاقية والدينية؟ وين اللي قاعدين بيغيروا شكل الدنيا؟ وإحنا قاعدين لا نغير حتى في قاعدتنا؟ قاعدتنا مش قادرين نغير فيها أخلاقنا للأسف مش قادرين نغير فيها شيء غريب الأردنية لينا خليفة جاز مهم يا لينا تحصد جائزة سيدة أعمال العام في واشنغتن لينا خليفة أردنية سيدة أعمال هايها بهذا الطل المحترمة هذا اللي بندور عليهم لما كنا ندور على قصص النجاح نبحث عن إيجابيات الناس في الخارج لينا خليفة حققت جائزة سيدة الأعمال العام في واشنغتن من مركز كلينتون وهي واحدة من أهم وأكثر الجوائز النخبوية في عالم جلوبال ليدرشيب أورد 2018 لينا خليفة تسلمت الجائزة من سيدة هيلاري كلينتون المرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية ووزيرة الخارجية الأمريكية وزوجة الرئيس بيل كلينتون وطبعا بكل بساطة هي لينا خليفة لها دور كبير في تدريب الفتيات في مؤتمرات عالمية ومحلية حققت مجالات كبيرة من تغيير عدد هائل من الناس اللي اشتغلوا معها وطبعا هذا إنجاز يحسب فعلا للمرأة العربية وللمرأة الأردنية ولنا جميل جميل ثلاثمائة ألف زائر لمكتبة شومان العام الماضي رقم سيأردنا إنه يكون هذا العنوان لأنه إحنا نبحث أيضا عن الناس اللي بيقروا أين الشعب لما كنت أحكي معه سيد أحمد سلامي قبل أك من يوم كنا بنحكي عن محمود الكايد أبو عزمي الله يرحمه سيد محمود الكايد كان حكى إليه جملة شهيرة بتقول نحن شعب لا نقرأ ولا نكتب وبالضرورة اللي ما بيقرأ بالضرورة ما بيكتب سيبك من واحد بيقول لك أنا بكتب مقاله ويقرأش ما بيكون بيقرأ يعني بيكون وسارك كلمة من هون جملة من هون سمع له سلافة من هون اللي ما بيقرأ اللي ما عنده رصيد بالاتم يحط الكارت ويسحب ما بيضبط رصيدك في الثقافة هو هذا الكم الهائل اللي بإمكانك من خلاله أن تكتب أن تعبر عن نفسك بأفضل السبل لكن ايش تقول لي والله أنا بكتب بس أنا بقرأيش كيف تزبط مكتبة عبد الحميد شمان استقبلت ثلاثمائة ألف زائر في 2017 أربعة واربعين ألف مشترك في مكتبة شمان إضافة إلى 19 ألف استعار وكتب يعني رقم مهم جدا مؤسسات شركات أشخاص شيء رائع ذكرين لما حكينا عن ربيع الأردن وطلعنا على ملكة وطلعنا على المنصورة والشعلة واليرموك خالد الوليد مناطق الشمال وطبعا الحمة الأردنية ومثلما أمقاس كنا بنحكي أنه ما بحرث الأرض اللي عجولها وما بقدر يخدم هذه الأرض وهذه الصورة إلا أبنائها مبادرة شباب سحم كل بساطة حققوا المعادلة هذه المبادرة تروج الآن للمنطقة سياحيا وتواصل العمل التطوعي مبادرة سحم للتجديد والتطوير مبادرة جمعية شبابية أطلقها مجموعة من شباب منطقة سحم الكفرات وأطلقوا يعني حس مسئولية عالي حياء المجتمع وبعدين أجوا عملوا شيء رهيب محترم في أنهم بدأوا يطلقوا فيديوهات ومشاريع ترويجية لمناطقهم يعني من أكثر مناطق جمالا كما نقلنا في تقارير سابقة شباب يعني ما بحرث الأرض اللي عجولها يعني تعينا بتش تقول لي والله بالخطط والرؤى واللي بتعرفوه انتو بدناش في الجزائر رجل يحرق ابنه حيا نكاية في والدته في ولاية السطيف بالجزائر هذا بجوز الخبر اللي حنا نحكيه أو العنوان هو بعيد عنه لكنه قريب منه من باب التفكك الأسري واحد من شاهد المقلقة والمتأزمة في حياتنا ثم في اليابان شرطة اليابان تحقق مع رجل حبس ابنه خمسة وعشرين عاما شرطة اليابانية حققت مع رجل اشتبه بأنه أبقى على ابنه الذي يعاني من مرض عقلي محبوسا داخل قفص لأكثر من خمسة وعشرين عاما حسب ما أفادت وكالة كيودو للعنباء في توكيو مصادفة أنه هذا المشهد الياباني قبل ساعة من الآن اللي كانت تصل فيه شاب وقال لي دكتور عشان برنامج الصباح يعني أنه في شرق عمان عائلة تحتجز بنتهم بنت هذه العائلة اللي عندها تخلف عقلي في قفص وبدأ أبعط لك فيديو قلت له ايه وعدة بعد فيديو ايه وعدة بعد فيديو احنا مش ناقصنا نشوف مزيد من الهم والتعب اللي مش عارفين نحله هي الحكومة طيب بهذه الحالة لن نلجأ لمين بقول لك بدون ودوعة مستشفى نفسي مكلف جدا مستشفى حكومي نفسي مكلف مزيد جدا لكنه مكلف في ناس ما بيقدروا حتى على كلمة مكلف فقط فوعدنا أنه نتعامل معها وبجزء أنا بطلق هذه المناشدة من هنا من خارج منطقة التغطية لهذه الفتاة عشان نقول فعلا محتاجين أنه هاي الفئة من الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلاها وابتلا أهليها وأسرها بهذه الأمراض محتاجين أن نجد لها سبيل حل مثل البنت اللي موجودة في منطقة في منطقة شرق عمان هذه كانت عنويننا ومن عنويننا ننتقل إلى مرة أخرى نحن والحكومة الحكومة ونحن ما بنعرف في البداية تبدأ من وين من يعلق جرس العلاقة المتوازنة بيننا وبالحكومة حياكم الله هي علاقتنا مع الحكومة قائمة على أي أساس يعني علاقتنا نحن مع المواطنين نحن مع المواطنين علاقتنا مع الحكومة كيف هو شكلها من البداية عشان ما يكون نعمل جوم وحضرات بجزء لازم على الأقل نبدأ حديثنا في أصل التعريف أنه هل هي الحكومة هي الدولة هل الحكومة هي الوطن هاي الحكومة هي كل شيء في حياتنا يعني لا نقترب منه حتى إذا بدنا ننتقد مثلا وزير في الحكومة حين ننتقد بلدنا يعني إذا طلعنا مثلا مؤتمر برة وحكينا عن فشل وزير الصحة عنا مثلا بيكون أسأنا سمعة بلدنا ولا كلها بكيج من أشياء عديدة تشكل المملكة الأردنية الهاشمية اللي هي بلدنا وطننا حبيبنا اللي بنسعى دائما من أجله أن نكون في أفضل حال وأن يكون هو بأفضل حال من أجلنا ومن أجل مستقبل أولادنا وخصوصا أنه يجب أنه ننظر يعني شوي أو يستوقفنا جهد جلالة الملك الجهد الخاص لجلالة الملك الجهد إحنا شايفينه لا بنجامل ولا بنمدح ولا بنسحج شايفين أولا دولة إمكانات وسيطة متواضعة جدا موارد يوك عراء إخوانا الأتراك إلى حد كبير داعم الآن يوك كنا زمان وحتى اليوم نحقق معادلة دائما كنا بنسمعها في الاتحاد الأوروبي يعني مثلا بقولك لوكسنبورغ أصغر دولة في أوروبا لكنها في كثير من أحيان تقود الاتحاد الأوروبي فإحنا كنا يعني ننطلق من الحجم الصغير والإمكانات المتواضعة إلى الدور الأكبر معرفش إذا الدور ما زال هو الدور الأكبر أو دور كبير أو لا لكن في نهاية الأمر وبعيدا عن هذا الحديث في السياسة هناك جهد حقيقي بيعملوا جلالة الملك على الصعيد الخارجي وعلى الصعيد الداخلي وعندما يأتي الموضوع له علاقة في مواطن جلالة سيدنا بيسمع شكوى من مواطن تنقل بالدنيا الحكومة الوزراء العالم وإحنا إلنا تجربة تجارب زي تجربة الأيتام الشهيرة في برنامجي ستون دقيقة واللي أيامها جلالة الملك تدخل وصار الوزراء مش عارفين من يروحوا والدنيا والمسؤولين وصار كل عالم تحكي عن الأيتام وكأنه إحنا فقط بانتظار جلالة الملك يحكي في موضوع عشان نتحرك فنحكي فيه فنحله واحدة منها مشكلة النقل مشكلة قطاع النقل اللي حكي فيه جلالة سيدنا ولا حكينا فيه مع أكثر من وزير من يومين كنا مع وزير النقل مشكلة النقل لم يبدأ بالاهتمام بها إلا لما حكي جلالة الملك إذن يا ريت نبدأ يعني نشتغل بوحي وعلى نهج جلالة الملك لكن فيما يتعلق بالأدوار الحكومة هي الحكومة والمواطن هو المواطن هسا بصير تسريب أن مواطن بروح بدخل للحكومة فبصير حكومي كيف كنت بحكي للدكتور خالد كرالة أنت كنت في صفوف المعارضة فأصبحت وزيرا الآن أنت بتحكي بلغة الحكومة ما بتحكي بأي لغة مختلفة وبالجهتين نحترم كل الناس واحترام الشديد لمعا الدكتور خالد لكن المواطن ماذا ينتظر من الحكومة ينتظر بكل بساطة كلهم بدوره كلهم بمسؤولياته أنه يقدم للمواطن ما يحتاجه من باب الحقوق وطبعا تنتظر الحكومة والناس والآخرين من المواطن نفس الدور من باب الواجبات مش بس الحقوق صار في التباس في العلاقة بين المواطن والحكومة هناك اعتقاد تاريخي تراكم تاريخي وصلنا لنتيجة أنه المواطن بيعتقد أنه الحكومة أمه وأبوه زي ما بيحكي عادر الإمام في أحد أفلامه اللي مش قادر تذكرها لا الحكومة مش أمي ولا أبوي ولا على الحكومة نتعينني لأن الحكومة مش قادر تتعين حالها الحكومة بإمكاناتها المتاحة ولا قادرين يعملوا أي شيء مش قادرين يحققوا مشاريع مفروض تصير بشكل يعني طبيعي وروتيني عشان الإمكانات لكن أيضا هذه شماعة الإمكانات مش لازم نظلنا نعلق عليها قصة أنه ما نخدم المواطن فلا هي لا أمنا ولا أبونا ولا على الحكومة أن تعين كل ابن من أبنائنا اللي بتخرجوا في تخصصات نحن نعمد إلى إدخالهم إدخال أبنائنا لهذه التخصصات وتخريجهم في حدا بدرس اليوم روضة معلم شفت بنت بجامعة الموطن شبت بدرس يا بنتي قال بدرس إشي معلم طب أي سوق اللي بده ياخد كل هاي الأعداد من اللي بدرسه في التربية وبدرسه دبلوم مش دبلوم يعني التخصصات المعلمين ولا حط طب ولا حتى هندسة ولا حتى محما أي مين السوق اللي بده يستحمل ويستوعب كل هذه الأعداد أما تيجي تحكي والله فني وميكانيكي جيد خريج معهد ولا جامع حتى فنية مهندسين فنيين فيه إمكانات إحنا المشكلة إنه المواطن بيعتقد ما زال إنه إيش ما عملنا الحكومة بدها يعني تاخد مننا تاخدنا برضو باكيج نفس الطريق تاخدنا بزعلنا بفرحنا كله مع بعض أكيد هذا لن يحدث وما بحدثش في أي دولة في العالم لأنه العالم المتقدم زي البلدات المتحدة والعالم كله وما حدا يقول لي إنه بأمريكا الظروف غير الناس بياخدوا رواتب تقاعدية بصر شو مش بس الإمكانات غير الحياة غير التشريع غير بأمريكا مثلا ما فيه ما فيه والله إنه واحد من لوس أنجلوس مثلا بنزع انتخابات فبيروح بنتخب ابن عمه لأنه بس ابن عمه لأنه وقتها ما بيروح بيقدر روح على على الكونغرس أو على مجلس المحافظة يعني على الكونغرس الولاية ويقول له والله إنت لش ما خدمتني لش شرعتلي قانون خطأ ولا قانون غلط ولا قانون مجحف إحنا عنا بس إحنا الوحيدين في الدنيا اللي بننتخب نوابنا ونصنعهم ثم نشكوا منهم ونشكوا من أداءهم ونشكوا من تشريعاتهم بيجي بقول لك يا أخي قانون الضمان الاجتماعي ليش ليش هيك نعمل يا أخي الحكومة حكومة إيش أنت انتخبت المجلس التشريعي البرلمان إذن ما تحملش مسؤولية إلا لنفسك وعلى نفسك تيجي تقول لي مثلا قانون المالكين والمستأجرين يا أخي شوفي ظلم قانون المالكين والمستأجرين صنعه نواب والأغرب والأعجب إنهم كلهم كانوا من ملاك العقارات في وسط البلد وفي بعض المناطق فصنعوا قانونا يعني على قدهم يليق بهم نسيوك كمواطن لأنك أنت اللي انتخبتهم انسيت يوم شتوى ما عملت حساب ليوم شتوى وانسيت إنه رح يجيك نائب ويشرع لك وإذا جيت رجعت رح يقول لك هي منتقة بضت هي أنت اللي اخترت هي كل بساطة مين قادر يحكي لنائب إنه أنت شرعت بطريقة اللي بتعود فيها لقواعدك الانتخابية في نواب محترمين ورائعين وعظمين وقدرات برلمانية مهمة لكن بالمجمل إحنا منحكي عن علاقتنا بكيف نصنع نوابنا ونفس الشيء العلاقة بين النائب والحكومة من يجي منزعى قال يا أخي النواب أعطوا ثقة للحكومة طيب ما الطبيعي أعطوا ثقة للحكومة أنت أعطيت النواب هاي الثقة هم أعطوها للحكومة هاي هي العلاقة بالضبط بكل بساطة سؤالي عن علاقتنا بالحكومة أو علاقة الناس من الحكومة سؤال ربما لا يجد الإجابة عليه في هذه الحلقة ولا في أكثر من مئات الحلقات لكن بجوزه هون احنا بنرمي حجر في مياه راكدة بنحاول نشوف الصدى بنحاول نشوف فعلا متى سنصل بالعلاقة هاي اللي بين مواطن الحكومة بشيء من مش استقرار التوازن انتو إليك دور اخدميني ما تمثلش جباية علي اعملولنا قوانين ناظمة ومنظمة لحياتنا وإحنا علينا أن نطبق القوانين ننفذها نلتزم بها وأنه أيضا بكل بساطة مش آجي الصبح أقولي الحكومة والجباية وهذا وأول ما أطلع أكب كيس نفاياتها القد من شباك السيارة وبعدنا نقول الله لا يرد الحكومة هو هذا اللغو اللي بنحكي دائم الله لا يرد الحكومة الحكومة مين في نهاية الأمر مش الدكتور هاني الملقي ولا وزراءه اللي راحين ينظفوا هذا الشارع اللي راح ينظف هذا الشارع عامل وطن بسيط محترم أراد لنفسه الستر فاختار هذه الوظيفة فأنت عاقبت عامل وطن ما عاقبت الحكومة التي زعلان منها هذه هي علاقتنا بالحكومة في أول في أول بحثنا عن هاي العلاقة الملتبسة الشائكة العجيبة الغريبة نسأل دائما فعلا شوي العلاقة في هذا التقرير لعامل تعمل بين الخيال والواقع وعلى هامش الروتين الإداري والبيروقراطي تنشأ الرواية الرسمية وتصريحات المسؤولين لتخلق أزمة ومشكلة حوار وتسويف وهي بالتالي تؤدي لأزمة الثقة بين المسؤول والمواطن من خلال قراءة في تصريحات الوزراء التاريخية يمكن ملاحظة أبرز العبارات التي يشتهرون بها ولعل كلمة تفعيل تطغى على المشهد الحكومي والرسمي فالجميع فعل اللجان وفعل القرارات وفعل الدراسات عجلة الاجتماعات تدور ولا تنتهي ولا تزال الدراسات قيد الدراسة ومزال المسؤولين يصرحون بعناوين لا يفهمها المواطن كاللجان التي تقوم بتنظيم ومراقبة ومتابعة الأعمال في جميع الأجهزة الحكومية على أسس سليمة ومهنية وبعدالة ومسواة بين جميع الأطراف ذات العلاقة وكأن التنفيذ ليس من اختصاصهم والتسويف هو عنوانهم من مشروع الحكومة الإلكترونية إلى مشروع النقل والباص السريع وصولاً إلى مشاريع التنمية في المحافظات والحد من الفقر والبطالة إلى غيرها من مشاريع الأعمال تبقى جميعه حبيسة الأدراج حتى تتعفن بين المواطن والحكومة فجوة تضيق وتتساع بحسب الأحوال فإذا تيسرت ظروف المواطن وتحسنت معيشته رضي عن الحكومة وغض النظر عن سلبياتها وإذا تأزمت أحواله وتعكر مزاجه صب جام غضبه عليها ورمها بكل نقيصة ورآها سبباً في كل مشاكله فمن المسؤول عن أزمة الثقة هذه؟ هل هو المواطن أم البرلمان؟ أم الحكومة التي تضع السياسات والدراسات والتصورات؟ الحالة موجودة وينكرها مأساة جديدة الهدف منها إبقاء الحال كما هو عليه المجلس المواقر يناقش كل قضايا الدولة يتنقشوا الميزانية، التجارة، الصناعة، السياحة، الصرف الصحي لكن ما يتنقشوش أحوال المواطن كل يوم الصبح عشرات ربما ألاف أو أكثر من المواطنين بتصلوا ببرامج الصباحية في الإذاعات وبنحكي عن تجربة شخصية يومية مواطن بتتصل بيقولك حطلنا أغنية يعني أغنية إلى علاقة بالوطن علاقة أغنية وطنية حلو نقول والله هذا حس وطني عالي عنا فبنروح إحنا بنسير نغني معهم وبنمشي بالموضوع تكتشف بعد شوي برضو من تجارب شخصية أنه في أول تماث بين هذا المواطن اللي طلب أغنية وطنية الصبح ويابا يقديش قلبي يحب الجيش في أول تماث مع موظف حكومي في أي مؤسسة حكومية ما خدمه أو مخالفة من شرطة سير مجحفة أو غير مجحفة بتحول هذا المواطن المحب للأغنية وطنية إلى مواطن ناقم مواطن كارح حاله قرفان عيشته والشتائم اللي تعرفها اللي إحنا نكتر منها أنت والبلد نحن نكتر منها للأسف لأنه إحنا اعتقادنا أنه البلد متجسدة فقط في علاقتي أنا مع المؤسسة اللي رايح رايح راجع مثلا بالجوازات فلازم موظف الجوازات وهذا الطبيعي طبيعة الأشياء أن موظف الجوازات يكون في مكانه بانتظار هذا المواطن أهلا يا أخي أمرني طبيعة الأشياء شفناها في أمريكا في آخر مرة داخل مركة يعني مكتب أنا وصديقي لأمريكا على مكتب سوشال سيكوريتي يا دول طبعون نظمان الاجتماعي تبعهم فدخلت فعلا الأرقام الشبابيك بيكون 8-9 شبابيك كلهم ضاويات بس يخلص شباك بيطلع الرقم اطلع تبتروح على كل مؤسسات حكومية بتلاقي 6 شبابيك أربع منهم معطلات واثنين بيشتغلوا ومن اثنين واحد يعني يلا بالموبايل بيلعب والثاني طيب وين دورك يا موظف الحكومي بالمقابل المواطن اللي بطلب هذه الأغنية الوطنية واللي بيعبر عن حبه للوطن بكل وبشتى الوسائل والأساليب هو نفسه اللي بيمارس نفس الأدوار بطريقة مخالفة إذا قدر يطلع على الإشارة الحمراء الصبح بدون محلية تشوفه ما بيقسر إذا قدر يبني له غرفة براني بدون إذن أشغال وبدون ترخيص بيقول يا الله إذا قدر يعمل أي شيء مخالف إذا روح الجريدة اللي بمؤسسته كان موظف وروحها وروحها هيك مجانا بيقول اشتغل إذن المعيار شو المعيار في هاي العلاقة قائم على زي ما حكينا هي الأدوار هي دوري ودورهم طيب ليش دائما بحس أنا وكل ناس بجوز بحسوا معنا إنه الاقتراب بالحكومة والابتعاد عنها قائم على يعني أفكار للأسف هي نوع من الأمراض المجتمعية المحاصصة يعني مثلا بيجي بيقول لك والله يا أخي إحنا تعرف أكم من نمرة حمرة بدخل عنا القرية وللمدينة يوم الخميس طبعا هاي إشارة إنه 18 سيارة نمرة حمرة نزلت يوم الخميس بالليل على قريتهم أو مدينتهم معناه إنه في 18 مدير عام وربما وزير وربما نائب وربما عين هدول من قريتهم الليلة الخميس بروحوا على البلد أو على المدين أو على الحق إيش مكان يكون إذن القصة هي بجديش فيه مننا مسؤولين إذا بيجي بيقول لك يا أخي شوالحكومة هاي ما فيها ولا واحد مننا طب هو يعني مثلا إذا ما فيها واحد منك تكون مش حكومة لا يمكن تكون حكومة محترمة مميزة مستقرة رائعة عظيمة عملاقة إلا إذا تطعمت بأحد منك أو منك شخصيا أكيد ما بزبوطش ما هو ما بتركب ما هو إذا هاي الحكومة ما فيها منكم فيها منهم المرة الجاي فيها منكم فيهاش منهم ف يعني أسئلة غريبة وعجيبة لصور أغرب وأعجب علاقة الناس بأخبار الحكومة يعني أنا واحد من الناس مدين بطلع الجريدة بشكل هيك سريع لاعتبارات العلاقة بشغلي بس لو ما بشتغل شغلي هذا أكيد ما بتابع أخبار الحكومة صراحة ما بتابع أخبار الحكومة لأنه إيش والله وزير تربية بقول لي وزير تربية سابق يعني منهاجب الدكتور عمار رزاز يفكر أنه بنهاجمه وأكيد ما بنهاجمه لأنه عمله طيب ومحترم هاي الصورة من صور العلاقة بالمناسب وزير بشتغل شغله وبعمل عليه وبقول لمنتقدين يا خير شوفوا ابحثوا وجوجل وداوروا بالعالم هاي العلاقة وزير تربية بيصرح بيقول وزير تربية يدعو لتطوير منظومة التربية طب يخي تطورها بانت قاعد وزير الصحة يدعو إلى إدامة بأقسام الطوارئ طب شو عمل لك وزير البيئة يؤكد على أهمية بقاء البيئة نظيفة وزي الفل وإحنا مع بعضينا طب كيف طب ما تشتغل هاي شو بتصريحات ما هي أخبار الحكومة اللي أنا علي أن أتبعها أخبار الحكومة أتبعها أنه قام وزير العمل بإطلالته البهية زي زمان هيك كان يكتب الأخبار بطلته البهية قام وزيره اللي بصريح بفتتاح بصر شو احنا مش معنيين بكل هذا وعشان هيك بشوف دائما أنه الواحد ما يبارك لوزير عندما يأتي وزيرا يبارك له إما عندما يغادر يقول له حمد الله على السلامة أو يبارك له لما يكون في إنجاز أما والله شو الإنجاز بإنه قال قام وزير العمل بفتتاح بصر شو طب هو شغلك يعني أنا مثلا لو رحت عبيتي وفتتحت لي علبة سردين لازم تزول لي خبر طب هو شغلت أروح على البيت أفتح علبة سردين أكلها هي السلافة أما وزير قال بالله افتتح مركز لتطوير المهني طب ما شغلك لازم أغطي لك شغلك لازم أتابع أخبار الوزراء كل ما راحوا بأي مكان وفي أي زمان من باب إيش أنتوا بتعرفوا إنه الوزراء زمان لم يكن هناك في كامرات تصوير تلفزيونية إلا في أماكن محددة لها علاقة بمواقق زي رئاسة وزراء الدوان الملكي والتلفزيون الأردني بيؤدي كامرات إذا فيه نشاط لوزير راحوا الوزراء صار بعض الوزراء يقول لك إيه بتكونوا تجانينونا ما عندكمش كامرات جماعة الأخبار المحلية يقول لهم ما عندنا كامرات ما عندنا كامرات اليوم كل كامرات راحوا مع وزراء ثانين فأخذوا قرار بعض الوزراء شراء كامرات على حساب الوزارة وابقاء مصورين معهم في وزرات عديدة الآن مصور قاعد لشغل عملي قال معاليه طلع معاليه رأ طب معاليه قام لازم أغطي قام معاليه عن الكرسي شو أخبار الحكومة اللي بنيها إن لم يكن هناك أخبار بمعنى إنه في قيمة للخبر احنا شو بدنا بس ولافة قال يفتتح وزير الأوقاف مسجد بحيات بلاه هذا خبر بنحك طب ما هو شغله يفتتح مسجد طبيعي إنه يروح يفتتحه وأما معاليه بالمصلين لا يا شيخ فعلا طب عطونا خبر عشان نقدر نقول للناس اقرأوا أخبار الحكومة والسؤال دائما انتوا أصلا كيف بتتابعوا أخبار الحكومة في هذا الاستطلاع من خلال الفيسبوك يعني والوسائل للتواصل الاجتماعي لا والله بالمرة من مرة يعني بس مش كتير أوه بتتابع مش كتير بقود على تلفزيون ولا بتتابع لا والله بالمرة بيندوي مسائي وبروحي وقيت وخلاص بغليها بناه وانسى ولا بتتابع ولا إيش ولا حكومة ولا غيره ولا ولا وجه راسل طيب الرياضة انسى بالعادي نعم اه مش كتير شوي كمان كيد بتتابع يعني ما في مواطن أردني في الوضع هات ما بتتابع يعني في مشاهد سينمائي واحد أيضا من مشاهد سينمائية مش قادر استاذكيرها مش عارف على خبر ألزهايمر اللي بداية النشرة بداية الحديث اليوم بصير نقايفين بيقول عاد الإمام أو أعتقد عاد الإمام بيقول إنه إنه المواطن لما يشوف صورة وزير في الجريدة أكثر من يوم أكثر مرة بتدايق يعني بصير معه عرائيه بتجيني بتجيني يروح معنوية فبتجيني يروح معنوية كل بساطة قديش إحنا معنيين نشوف فعلا صور الوزير وهو يقص الشريط ولا صور المسؤول وهو جالس هيك بين المجموعة وواحد بلقي خطابات ولا لسه إحنا ما زلنا أسرة أسرة للغة عربية أردناها وهي لغة القرآن الكريم اللغة العظيمة اللي ممكن تحوي وتحتوي وتهضم كل التطورات حتى التكنولوجية في الدنيا ما زلنا في هاي اللغة العربية حطينا في قوقعة وبوتقة كيف قوقعة وبوتقة عشان اللغة العربية في مكان صغير بس حشرينه به أشاد وأشدد وأكد وأشار لا أجديد هاي من أيام بعض أصدقائنا الجدد في الإعلام في الصحافة ولفت لفت لوين طب وين كان دائل وجهه لما لفت ولفت مع لي أي لغة هاي اللي قضينها شدد مع لي وأكد دولته ولفت عطفت عطفت وين كان موجود أصلا لما لفت إحنا وين كنا قاعدين بأي جهة فلفت فأي لغة هاي اللي ما زلنا حاطين قوالب جاهزة قوالب زي ما هي في اللغة وعلى رأي أحد الإعلاميين الذين لم أتعلم على أيديهم لكني كنت أشوف طريقة اللي بكتب فيها كان شغلته عمل فراغات وصل فراغ إلى فراغ وصل اليوم إذا كان مثلا فلان بحط اسمه وبحط اسمه ندينة بنفس طريقة في ساعتي كذا هبطت الطائرة كذا إلى مطار كذا أي قوالب جاهزة وأي وأي مشهد محتاجين اليوم أن نغيره وإحنا بنحكي للناس المشهد اللي خلانا في يوم الأيام وزير إعلام يحكي معي وأنا شاب صغير رئيس أحرير إحدى نشرات الإخبارية المتأخر 11 بالليل يقول لي بس أنا ما شفت النشرة يعيد لي النشرة على 12 فقلنا أوف شو عيدنا سميناها تلك الليلة صهرة ما يطلبه الوزراء مش ما يطلبه المشاهدون قالوا عيد لي النشرة على 12 أنا ما عليك أنا بقدر عيد أنا مش قادر عيد مش قادر عيد قراءة الخبر عندي وإله المدير العام بعد أقل من 5 دقائق بيتصل بيقول عيده النشرة على 12 بالمناسبة كانت هذه المرة الأولى وإن شاء الله تكون الأخيرة التي شاهد فيها الأردنيون نشرة على 12 دون أن يعرفوا لماذا بعد الفاصل نعود مساء الخير إذن عودة لحديثنا حول علاقتنا بالحكومة أدوارنا كل واحد له مسؤولياته وكل واحد له دوره بس هذا طبعا الكلام مش حقيقي يعني لا أحد عارف دور ولا أحد عارف مسؤولياته بصراحة لأنه إحنا مش عارفين هو المواطن وصارت وحدثت وحكينا مع رئيس مجلس النواب مرة دون نظر إلى التفاصيل هي الجملة بحد ذاته لما رئيس مجلس النواب حكى لمواطن مش شغلك يا مواطن ما احترامي طبعا للمهندس عاطف طراون لكن فكرة مش شغلك يا مواطن هي هاي مدخلنا لقصة إنه هو شو شغلنا إحنا إلى أي مساحة نستطيع إنه نحكي إحنا كمواطنين نحكي زي ما بدأت حديثي في النقد أو في الانتقاد لأداء حكومي بيطلع لمواطن ينتقد وزير بعرفش يعني ينتقده مش ما ينتقدش إشي شخصي لأنه الشخصي مرفوض مرفوض تماما نحكي نقد أداء نقد الأداء هل بيطلع لنا ثم نعود إلى موضوع مهم جدا له علاقة في علاقتنا مع الحكومة ليش دائما إحساسنا بأنه الحكومة زمان كنا مثلا بس نقول بالجريد يا زلم يا حكا بقول لك الحكومة بذل تعمل يزم ما تصدقش بقول لك بجريد مكتوب يا رجل زمان كنا كل إشي بيحتحكيه الحكومة بنزل على الجرايد بقول لك يا زلم نروح زبط حالك بقول لك الحكومة تعمل كذا اليوم بس تشوف إشي بجريد بقول إيه يزم فك عنا حما قصنا وكأن اختلفت الصورة ثلاثمئة وثمانين درجة أربعمئة وسبعين درجة بعراج قديش درجات اللي غيرت حتى علاقتنا مع الخبر ومع التصريح لأن تصريحات الحكومة باتت ضرب من الحكومة بمعنى التصريحات الحكومية اللي منها مسؤول بيحكي ناطق رسمي بيحكي ناطق رسمي في وزارة بيحكي في مؤسسة بيحكي وتنهرهم بيحكوا والشيء اللي بيجننك وجدا فعلا بيذهلك إنه وبعض الوزارة بيقول لك ما أنا بكرهي الإعلام لا يا شيخ بالله قديش يعني مساحة الكراهية قديش يعني لما لما تشوف الإعلام مثلا بيصير معك إيش شوف وين بيصير يوجعك لما تشوف إعلام في بعض الوزارة وموجودين الآن بيقول لك أنا ما بطلع من الإعلام يا أخي بله ما بقدر ما بحب حبيبي صديقي أخوي معليك إخواننا في الإعلام في المؤسسات في كل مكان إذا بنآمن إنه كل شخص له دور فمن دور المسؤول سواء كان وزيرا ولا مديرا ولا موظفا ولا إيش أن يعبر للناس عن وجهة نظر الحكومة في أشياء محددة لذلك لازم يكون في ناطق رسمي في كل مكان والوزير لازم يكون بالصورة ولازم يكون هو أيضا في المشهد يعني أنا كان صديقي لأستاذ ثقر نجاو بيحكي لي إنه من حق المواطن في بعض الدستير من حق المواطن أن يطلع وأعتقد حتى الدستور الأردن من حق المواطن أن يطلع على مجريات ما يجري في داخل مجلس وزراء مش باستخاذ القرار مش القرارات التي تتخذت طب وين حقنا إحنا إحنا مش بنبطل نعرف حتى هذا تصريح الحكومي هل هو مقصود مثلا إنه إيش ده بالنظرية المؤامرة شغالة هل هو مقصود إنه يلفت انتباها لشيء آخر ولا يطمننا ولا يخوفنا ولا إيش طب ليش ما يكون في هاي الشفافية والمواجهة الناعمة الشفافة الموضوعية الحقيقية اللي فيها مفاتحة سؤال دائما حول تصريحات الحكومة مدى رضى الناس ومدى تقبل الناس ومدى تصديق الناس سألنا وكانت الإجابة أيضا صراحة ما بلفت انتباهي إيش يعني أحكي لك إيش معين لأنه صراحة يعني مش كثير إنه داخل بالموضوع الحكومة ما حكومة يعني أكثر التصريحات بتدفت انتباهي إنه قاعد والله بيجي بيحكي لك يعني رئيس الحكومة والله خوض تعال نتائج نهاية شهر 12 إلى 2017 خلصت شهر 12 إلى 2017 وما شفنا الوضع لا بالعكس بالزاد قاعد سوق أي سرنا نحن بشهر 3 سهر 4 كمان 2018 ما بنشوف قاعدين فيه تقدم صراحة فيها غبن وعدم مصداقية مش دائما قريبة من الواقع كويسي ما شاء الله عليها لا تشوف أنا يعني جيدة اللهي أنا ما بتابع كثير أنا كمواطن ما بلمس أي إشي من إنجازاتها تصريحات ممتازة في الحديث عن علاقتنا بالحكومة وعلاقتنا بالدولة وعلاقتنا مع الآخرين باختر بالي دائما نحن وهم ليش المواطن عندنا دائما مش راضي والحكومة دائما أو المسؤولين الحكوميين أو حتى الموظفين الحكوميين لما يكونوا في صف الحكومة ما بيكونوا في صف المواطن يا ما بيكونوا بيننا ليش دائما في إحساس بهاي إنه المواطن لا يبغنج كتير والمواطن غنوج والمواطن شكاء بكاء والمواطن ونفس المواطن بيقولك يا أخي الحكومة بس بدها جيوبنا الحكومة بدها كذا دائما بتشعر وبتحس هذا التلبك العلاقة بشكل يومي بكل شيء ليش في العالم لا لما بدكر علاقة الناس بدولها وبحكوماتها وبمجتمعاتها بدكر هذا الباحث الألماني اللي اكتشف اختبار للدم بجوز ما بيكلف سنتات يعني ما بيكلف قروش اختبار للدم بتنبأ بمرض ألزهايمر قبل ظهور أعراضه مش ظهوره بثمان سنوات قديش بقول قديش الناس عظام عظماء بيصنعوا بيعملوا بيخدموا بيقدموا وما بنظروش والله انه ابن عمي صار بالوزارة ولا ابن عمتي صار مدير رسير ولا هذاك ابن جيران نابسر مالو قديش الناس هدول بحققوا للبشرية هذا المرض الفتاك العصبي الدماغ اللي قاعد بيصيب ملايين من الناس كل سنة شاب بيعمل هذا الاختراع بطريقة غريبة جدا قديش هذا الشاب شباب سحم شباب سحم ليش ما انتظروا وزارة السياحة ولا وزارة البلديات ولا وزارة البساشوه وقرروا انهم يسوقوا لمناطقهم وربيعهم الاخضر وجمالهم ليش ما انطلقوا الشباب اللي اللي حكينا عنهم بمكتبة شمان ثلاثمائة الف زائر اللي بيقرؤوا كتب هدول ليش بروحوا بيقرؤوا كتب بيتثقفوا بتعلموا بيسافروا بيجوا مش نقول نهارهم بس شغلين شكوى على الحكومة وعلى شرط السير وانا يعني بحاول دائما انه عشان اكون فعلا في المنطقة المحسوبة صح المواطن يعني في ممارسات جائرة عليه من شرطة سير نعم ومن نقل بيانات نعم بس برضو هذا المواطن بيخالف نعم وهذا المواطن بيحلف لك مئة يمين انه عمره ما طلع على المطار هو فعلا بيكون بيسرفيس بسيارته على المطار هذه العلاقة لما نيجي نقول عن علاقة الناس ببلادها شابة اردنية لنا خليفة بتحصد جائزة على مستوى العالم من السيدة هيلري كلينتون ولا هذا الاخ الامريكي الشاب اللي عمل روبوت بحجم كتاب هاي الروبوت بحجم كتاب شيء مذهل طب هدول الناس كيف بيصنعوا جماعة مايكروسوفت وجماعة جوجل وجماعة فيسبوك وتويتر كل هالدنيا اللي بتتغير ليش الناس ما بندروا للعلاقة مع الحكومة الامريكية او اليابانية او الاسترالية او السويسرية او السويدية او نيوزلندية او وين ايش ما بطلعوا او بتطلعوا او بندروا لهاي العلاقة على اساس المكاسب والمناصب هي مش مكاسب مناصب قديش في من قرابتي مسؤولين قديش في لنا حصة كان ييجي بعض الناس على التلفزيون في يوم من ما ويقولوا شو ما الا نصيب احنا بتاعينات طب بجوز ما يكون لك نصيب لانه هي مش كيكي هي مش قالب كيكس هي بكل بساطة مؤسسة اذا في نات جيدين لازم يشتغلوا اذا كان في خلو او بس اذا ناس زيقين مش بضروري يكون عندهم نصيب إلنا نصيب احنا يعني سؤالنا للناس اللي اردنا انه واحنا نقترب من نهاية حلقة اليوم نسأل الناس فعلا انت شو بدك من الدولة الدولة فهمنا شو بدها فهمنا الدولة الى حد كبير شو بدها الدولة بجوز بدها بالمنطق مواطن صالح يرد عليها ويختار مجلس نواب زي ما بدها وما ينقشش كثير وإلى حد كبير يعبر عن رأيه بطريقة يعني لطيفة لذيذة على رأي الدكتور مصطفى لكن شو بدك من الدولة هذا هو السؤال المصداقية مع الشعب فقط لغر يكسب مصداقية الشعب فقط أشياء اللي بتمس المواطن رفع الأسعار الضريبة دائما بواحد بقول ديم الأمان علينا والله ارتفاع الأسعار كان فيه لسيات ولو حسنات أهو ولا بطلب شيء الحمد لله مرتاح أهو والله أحسن من هيك عبث بطلب ان الوضع الاقتصادي بشكل عام يعني ان الواحد يمعتاح فيه بس هذا اللي بطلبه أكيد يعني هي بتكون السبب الرئيسي لأسعار يعني أسعار كثير يعني واحد مش ملاحق يعني واحد كما بيكثرات بيزيد مصاريفه غير الخبوز والخضار وشغلات كثيرة يعني غضها عن أبسط شغلة يعني مش حدا قادر اشتريها يعني فصعبه كثير طبعا أسعار تكون غالية بس الواحد يطلب انه الأسعار كلها بارتفاع بارتفاع بفيش انخفاض الوضع للمبناء كثير منيح يعني الحمد لله وفي مصاري في كل شي بس بش الارتفاع هي وجوبا انه تكون في شفافية يعني في الموضوع والله شو بدي بدي أنا والله كمواطن أردني بدي كرامتي في ايش كرامتي بتكون لما انت والله ما بتمس جيبتي هذا رقم واحد اللي هاي كرامتي الأسعار غلاء الأسعار بد من الدولة بس انهم خففوا على هالمواطني مش شوي بهالأسعار هالأسعار شوي بس أكتر من هيك لا كتير غلاء موجود شو بدك من الدولة وشو بدها الدولة منك أسئلة حوالنا هيك من باب فعلا ان نرمي حجر في مياه راكدة اسمها علاقة الناس بالحكومة ان نرمي الحجر ونشوف تردداتها الصدى الفيدباك نشوف فعلا قديش احنا قادرين انه نغير علاقتنا مع الحكومة حتى لو هي بدا تشتغير لو قررت حكومة ما تغيرش علاقتها بس احنا نغير علاقتنا أولا من باب انه نؤمن انه لكل دوره ومكانته وثانيا انه اليوم اللي بيعتبر حاله في صفوف الحكومة وفي الصف يعني على الجانب الآخر هو في يوم الايام راح يكون على هذا الجانب زي شرطة السير اللي يقول لك يا اخي المواطن والمواطن المواطن في يوم الايام بتقاعد ويصير مواطن وممكن يتخالف وممكن يحس بيجحاف هي هاي انا دائما لما اشير لموضوع شرطة السير تحديدا بقول يا جماعة العلاقة علاقة شائكة وغريبة ومرتبكة وملتبسة لانا مش مش قائمة على ثقة دائما في احساس توجس في ازمة ثقة في مشكلة بعدين الشرطة بيصير انه اولويته مش يلا امشي يا اخي امشي توقع الله خلي الطريق لا 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 صف علي مينواترو خاصك بعدين امشي ولما تمشي الله عمرك لمشيت هذه العلاقة غريبة عجيبة لانه المواطن مصر انه يخالف والشرطة مصر انه يثبت انه هو قادر انه يخالف ومش بس يخالف وممكن يضرب اذا بدك لكن في نهاية الامر احنا محتاجين ايضا انه نشوف علاقة اكثر توازنا في اكثر من مكان ان شاء الله ييجي اليوم اللي تشوف العلاقة المتوازنة القائمة على فكرة الافضل موجود في المكان اللي بيستحقه مش بيستحقه كجائزة ولا كلا كتقدير ولكنه يستحقه اللي يخدم فيه ما فيه اخوان مبروك ايش مبروك سرط وزير ايش يعني شو استفد وخدت معالي وخدت الجواز الاحمر والسيارة التسلا اللي عليها النمرة طب وبعدين شو خدمت شو عملت للناس قديش ابو الروبوت خدم الناس قديش ابو اختبار الدم خدم الناس قديش جوجل لما عملوه بهل عالم السوشيال ميديا خدموا الناس زي ما كنا بنحكي مع سيد مروان جمعة على صعيد الجوجل على صعيد عفوان الانترنت اللي صنعوا هذا الانترنت اللي صنعوا الفيسبوك اللي احنا طول نهارة متشتمة على بعض في مارك زكربرغ ولا جماعة ستيف جوبس ولا كل الدنيا قديش الدنيا تغيرت واحنا ما زال ما زال ما زلنا في نفس المربع الاول بنحكي هي الدولة وهي الحكومة واحنا الى لقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر